يطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وسكان خالد عبدالغفار غداً الأحد إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من داخل العالمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان في 30 من أغسطس يأتي ذلك بهدف خدمة الحضور ورواد المهرجان ومحيطه والذي يعد الحدث الترفيهية التنموية الاستثمارية الأكبر بالشرق الأوسط كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملة من داخل المهرجان وذلك بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية والتي انطلقت بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتركوا في القناة